اشتركوا في القناة اجواء تنافسية سادت في نهاية دور جامعات الضفة الغربية بين فريقي جامعة النجاح وجامعة القدس ضمن برنامج مناظرات فلسطين الذي تنظمه مؤسسة فلسطينيات برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل من مؤسسة ألف بالما السودية هذه المناظرة هي الحقيقة ختام دوري مناظرات فلسطين في الضفة الغربية هذه المرحلة الرابعة من مناظرات تمت بين عشر جامعات في الضفة الغربية بعد تدريب ومخيم تدريب لطلاب وطالبات الجامعات العشر وهذا طبعا الختام لتتويج الجامعة التي ستفوز بدوري مناظرات فلسطين هذا جزء من برنامج لتقوية الشباب داخل فلسطينيات أنا أعتقد أنه أول إشي الجيل الجديد ماشاء الله عليه جيل قوي متمكن واثق من نفسه وعنده فرص برغم كل التحديات الموجودة عنده فرص جميلة وهما لسه بجيل يعني بأواء العشرينياتهم بس فعلا فعلا يعني كانوا ممتازين جزء منهم كنت بتحس أنه هو صار بالتلاتين من الخبرة والقوة اللي عنده في حرم الجامعة العربية الأمريكية في رامالله اجتمع المشاركون والمشاركات في المناظرة ليتنافسوا على مواضيع عديدة تم اختيارها بعناية وفق معايير تراعي الواقع الفلسطيني المعايير في الاختيار أولا أن تقدم فكرة فلسطينيات تدعمها بمعنى نحن أيضا مؤسسة أهلية نروج للقيم التي نقف من أجلها مثل العدالة الاجتماعية هذا واحد من المعايير معايير آخر له علاقة بالحوارات والنقاشات الدائرة مجتمعيا سقل مهارات الشباب يعتبر هدفا أساسيا يسعى دور المناظرات لتحقيقه انسجاما مع أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العمل مع الجامعات الفلسطينية في الحقيقة تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجموع من الأنشطة الطلابية اللامنهجية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والأدبية ومن ضمنها برنامج مناظرات فلسطين الذي ينظم تحت رعاية الوزارة وبتنفيذ مؤسسة فلسطينيات يأتي هذا البرنامج في كل عام منذ العام 2017 ينفذ لضمن مجموعة من الجامعات وطلباتها هذا البرنامج يهدف إلى سقل شخصية الطالب وإعطاؤه حرية في التعبير عن رأيه في المناظرات لا خاسر ولا ربح فكل الشباب والشابات يربحون الخبرة من هذا البرنامج الذي يشجع على الحوار صدقا تجربة المناظرات تجربة جدا رائعة وعظيمة وتؤدي إلى زيادة المعرفة عند الطلاب وحتى عيشهم أجواء جدا رائعة وهم محرومين منها في واقعنا الفلسطيني طبعا منافسة تكون جدا رائعة ويوجد فريق تحكيم رائع وتعطي الجو للطلاب لقيامهم بالعديد المهمات المستقبلية تجربة المناظرات طبعا حتما هي تجربة نوعية بدأنا فيها في جامعة النجاح الوطنية من مجتمع مناظرات جامعة النجاح إذ كل الشكر والاحترام لجماعة النجاح تزود مصارات مهنية ومصارات أكاديمية ضمن الجامعة لكافة الطلبة من كافة التخصصات في تعلم مصار المناظرة وكيفية تعلم أساسها ومبادئها وأكدنا على هذه المهارات من خلال مشاركتنا التجارب الجديدة التي تقدمها المناظرات لا تقف عند تجربة المناظرة بل تتعدى ذلك إلى تجربة التحكيم والحكام الذين اختاروا الفائز بعناية وبفارق أعشار بين الفريقين الجولة الختمية من دور برنامج مناظرات فلسطين تركزت حول بطالة الخريجين سببها التخصصات الجامعية غير المدروسة وتوج فيها فريق جامعة القدس فائزا على فريق جامعة النجاح